أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور أنه ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح أرحب بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب برغبتك المقدسة أنك تكون تلميذ بصحيح ربنا مش بيهمه أن تبادي من آني نقطة يهمه رغبتك أنك تمشي معاه الطريق وهو مسؤول أن يغيرنا لنكون مثل المسيح قال للتلاميذ كده تعالوا ورائي أجعلكما تصيران صيادي الناس المطلوب مني أني عايزة أمشي وراء هو بيغيرني بس أنا أقول أنا حمشي وراء أنا حمشي السكة ديت شكلها مش سهل اللي بيقوله مش سهل بس حقيقي بس بحقيقي الكلام المزيف سهل بس مش حقيقي الكلام الحقيقي مش سهل بس يستاهل أني أتعلمه وأعيشه في رحلتنا مع مدرسة المسيح وقفين عند هذا الفصل الهام جدا مبادئ العلاقة مع الله المبادئ اللي بتحكم العلاقة دي عشان أعرف أعيش بقوة الروح القدس ميت عن نفسي بعيش في المسيح يسوع وبيحيي هو فيها قلنا في ثلاث مبادئ الإيمان والمحبة والرجاء تكلمنا عن الإيمان وفي رحلتنا في المحبة طولت معانا شوية صعبة يظهر شوية موضوع الحب ده مع أنه أجمل حاجة في الحياة تكلمنا عن محبته لينا خصائصها وصفاتها وأنها ينبوع الحب تكلمنا عن حبنا ليه وأنه فريد ومميز ولا يقارن بأي نوع تاني من الحب وبعدين بنتكلم دلوقتي عن محبتنا للآخرين ولعبنا لعبة وقلنا الحب لعبته هي العطاء وفتاح الحب هو العطاء وبعدين اتكلمنا عن محبة الإخوة محبة الإخوة وقلنا ميز الكتاب محبة الإخوة عن محبة الآخرين بأن المحبة ديت فيها بضع نفسي من أجلهم فيها بتحت بيهم فيها بنصير واحد لنجسد الكنيسة الحقيقية معجزة المسيح اللي تجعل الناس يؤمنون به في المرة ديت هنتكلم عن الجانب الآخر اللي يبدو أصعب بكتير من أن نحب الإخوة اللي مفروض أغلبهم سهل نحبوهم مش كلهم وفرق ما بين I like و I love مش كده بإني معجب والهان ولا بحب دي حاجتين غير بعض دي حاجتين غير بعض زي ما نشوف الجزء الثاني هو لا أن نحب الإخوة فقط الذين يحبوننا بل أن نحب حتى أعداءنا حتى أعداءنا آخر العداد نقفل العداد بيقول إيه الكتاب في متة 45 إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم يبقوا فرقتوا أيها عن باية الناس العشرين والخطايا فعلونا ذلك لما يكون فيه مجموعة من الحرمية بيقوا بيحبوا بعض مجموعة من الحششين يحب بعض صاح كمان؟ هو يعني يموتوا في بعض البتاع المخدرات دول ويم因كل كل حاجة يسرقه ينهبه يجنه بيموتوا في بعض من أخافه ألا بعض قوي ويخافوا إن واحد منهم يخف بيموتوا في بعض فيخافوا إن واحد يخف فهمني بقول إيه؟ أي أجرن لكم الحب الحقيقي مش بس أحب الذين يحبونني لو افتكرنا الحب الحقيقي بينبع مني مش reaction مش رد فعل وإلا يبقى I like وإلا يبقى أنا ده إعجاب ده تقدير ده استحسان الحب action حاجة خرجة مني فعل أكتر منه بكتير مجرد مشاعر أفكركم بالآية دي لما المسيح برضو بيقول في متة خمسة أحبوا أعدائكم لكي تكونوا أبناء أبيكم هو بيعمل كده وقلنا أنه احنا كل يوم الصبح بنطلع بنبص كده بنقول صحيح أنت بتعمل كده بتشرق شمسك وبتمتر على الأشرار والصالحين على الأبرار والظالمين السؤال المهم بقى إزاي؟ إزاي؟ إزاي أعمل كده؟ إزاي أحب اللي بيحبني ده كل الناس تعرف تعملها؟ إزاي أحب في الإخوة اللي أنا مش مستظرافه؟ قلنا بنفرق ما بين المشاعر والرغبة إزاي أحب بقى مش بس اللي مش مستظرافه؟ اللي مش بيحبني وبيغلس علي يعني شكده؟ وأنت سميتهم شوية أسماء كده كتيرة سميتهم إيه كده؟ ممكن نديلوا المايك نفتكر اللي في الحلقة اللي فاتت سميتهم إيه يا رامي؟ ممكن تاخد المايك كده وتقول لنا دي تنينهم لقابين كده؟ قلت إيه؟ الحمقة؟ الحمقة اللي بتصرفه بحماقة معايا وإيه تاني؟ والتنحين والتنحين أو التنكين اللي بيتنكوا علينا ماشي فإحنا عندنا الأعداء والتنكين والحمقة يعني عندنا جروب من الناس اللي يصعب جداً إني أنا أحبهم لو فرعنا وقلنا يصعب تلافهم ولا تلايك ذم؟ مستحيل تلايك ذم مستحيل أبقى مبسوط بيهم صح؟ واللي يبقى أنا عقلي جراله إيه؟ فوت ربنا مش عايز عقلي فوت فربنا مش بيطلبني أني أبقى مبسوط بيهم وعجبني لحمقتهم ولا تنكتهم ولا عدوانيتهم علي أكيد مش عايز كده لكن عايز أستمر أحبهم أستمر أحبهم عايز أفهم يعني إيه أحبهم الناس دول وعايز أفهم أجيب منين الحب للناس دول صح كده؟ أحبهم إزاي؟ أحبهم بمعنى إيه؟ وأحبهم إزاي وأجيب الحب ده منين؟ قبل ما نخش كيفة اللي هيساعدني أني أفهم كيفة اللي هو قاله لما قال أحب أعدائكم قال لنا الخريطة قال لنا الإجابة يا جماعة المسيح ما بيسبناش كده طيين قولي يلا أولاد شوفوا لكم حل مع بعضكم مش فاهم يا رب؟ يعني أحب شرح لي كل حاجة؟ لا بيش رح لي كل حاجة أحب أعدائك يعني أعمل إيه يا رب؟ يعني بارك وأحسن وصلي استخدم ثلاث كلمات افهم ثلاث كلمات دي كويس قوي بارك لعنيك يعني بارك لعنيا يعني أتمنى له الخير وأحسن يعني أستمر بقدم له الخير أصنع له خير أحسن إحسان يعني عطاء فحوريد له الخير وقدم له الخير وحطلب من ربنا أن ربنا يتعامل مع حياته ويتوب ويرجعه لمعرفته لأندي أفضل طلبة حطلبها له صلوا لأجل لدينا يسيئون إليكم بوليس الرسول قاد أعظم اضطهات في الفترة الأولانية على الكنيسة من أول مقتل استفانوس مش كده لغاية بقى بيلم المؤمنين يحطهم في السجون ويضربهم ويعذبهم ويقتلهم نظبوط؟ فكان العدو الأول اللي ظهر ضد الكنيسة كان شاول الترسوس اللي بقى بوليس الرسول الكنيسة عملت إيه؟ أكيد كان بتصلي عشانه بدأ المسيح ظهر له بدأ المسيح ظهر له زي ما إحنا بنقول يا جماعة حنصلي لأعداءنا وبنطلب إيه من ربنا؟ ظهر لهم بنطلب إيه إحنا كمؤمنين من الذين يضطهدونا من أجل المسيح بنقول له إيه؟ ظهرهم يا رف وقول لهم اللي إنت قلتول شاول الترسوسي لماذا؟ تضطهدني اضطهدك وانت مين؟ انا بعمل كلا عشان خطر ربنا انا بعمل عشان ربنا قالوا ما أنا ربنا بجد إيه إنت ربنا انا بعمل كلا عشان خطر ربنا طلبتي لأجل شعبي اللي هم بني إسرائيل اللي بيتطهدوه هي للخلاص ومستعد أن أكون محروب من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد اللي ماشيين ورايا في كل حتة بيتطهدوني ويرموني في السجن وفي الآخر فعلا رموه في السجن لما رجع أوروشاليم بعد زمن طويل صح ولا مش صح يا جماعة فإحنا شفنا الصورة دي حقيقية الكنيسة بتعملها خسرت ولا كذبت كانت الأضعف ولا الأقوى كان حبر على ورق ولا كان حقيقة فمش بيطلبني بمشاعر وأعجاب وصداقة أحبها وأصحبهم وأزرهم مش بيطلبني بكده بارك لعنيك أحسن إلى مبغيديك صلوا لأجل أحسن يعني إيه بوليس شرحها والمسيح شرحها عدة مرات بوليس بيقول إيه إن جاء عدوك اعمل إيه اطعمه تبقى إن مجعش بتطعموش لكن إن جاء لك جعان عدوك اعمل إيه اطعمه إن عطش اعمل إيه سقيه ليه ليه لأن الله يغلبانك الشر اغلب الشر بالإيه بالخير لما بتصنع خيرا مع الذي يصنع معك شرا بتقفز فوق الشر وبتمسكه باللجام لما اللي بيصنع معك شر بتصنع معه شر حيامل معك إيه أشر وهو شرير أكتر منك صح هو أشر منك حيبهديلك لو صنعت معه خيرا كأنك بتجمع جمرة نار فوق رأسه نار عايز تطفيها تحط جاز ولا ترشها بالمية مية مش خسارة المية مش خسارة المية حتطفي نار حتنقذ المكان من الحريقة النار الكراهية حط عليها حب تطفيها حط عليها جاز مين حيتحرق انت انت وهو وعليا وعلى أعدائي كسبت إيه حط مية حط مية يحصل إيه للنار تطفي إحنا افهموا منطق الحب لذال الحب برغم أنه عطاء هو في الآخر إيه لخيري هو لذال لخيري بارك لعنيك اتمنى له الخير ربنا يباركك أحسن إن جعه اطعمه إن عاطشه اسقيه لأنك بتطفي النار اللي في قلبه صلي لأجله ربنا حيروح يفتقد حياته وناس كثير منهم حتحولوا إلى الإيمان بسبب صلاتك مين كسبانتوا للسكة أنا طيب كرهته زي ما كرهني كرهية هتعمل فيه أنا إيه هتسوس عظمي مش كده هتبهدلني أنا جوايا كرهية جوايا رائحة الموت مش كده اللي بيبغد أخاه قاتل إيه قاتل نفس متخس منه متخس منه الغيز حعمل فيه أنا هدخن صح؟ مش تلاقي الناس ماشين وطالع دخان هنا صح؟ كده فيه متخنة طالعة من هنا ومش عايزي يموت دبان وشه مين اللي تعبان؟ أنا أنا يا جماعة الصح مريح صعب أبدا الغلط سهل إنك تعمله بس مش متعب يبهديلك والصح شكله صعب بس يريحني يريحني ويخليني دايما كسبان المحبة لا تسقط أبدا بس بيبان نتيجتها في الآخر مش في الأول واتفقنا اللي بيضحك أخيرا بيضحك كثيرا بيضحك أخيرا بيضحك كثيرا دا المنطق دا المنطق ربنا مش بيطالبني مشاعر مش بيطالبني أنا صاحبه مش بيطالبني إن أنا أبقى قريب منه مش بيطالبني أن أتحد بعدوي ولا باللي بيغلس علي ولا اللي بيتنك علي ولا الأحمق مش بيطالبني كده بيطالبني إن أنا أستمر عندي اتتيود اتجاه اني اختاري الحب طريق للتعامل معاه بس الحب المرة دي فعل وارادة وليست علاقة ومشاعر وصحبية ان تبارك ان تحسن ان تصلي تلت افعال مستحيلة باين اعملها منين اجيب منين الارادة دي اللي عرفها من بيها تلت حاجات دول عالتخته رقم واحد ده لازم يبقى قرار الحب قرار في سمينار بنعمله اسمه marriage encounter بنجيب الازواج مع بعض اللي علاقتهم مكسورة والمشروخة والحتى كويسة بنجمحهم مع بعض ونقول خلينا نعرض زواجنا للنور الالهي خلينا نواجه بعض كزوجين عشان ناخد الزواج ده الى افضل علاقة ممكنة ربنا صممهم واحدة من المحطات بتاع marriage encounter بنقف عند حقيقة نقول هل تعلم ان الحب قرار وبنتشرح الفكرة دي دي بيق نقطة تحول في السمينار اللي فيها الناس بتقرر تتصالح وترجع لمحبتها الاولى ويعتزروا البعض فاكر في واحدة من السمينارات ديت زوجة جات لي وقالت لي اختلف بعك قلت لي قال الحب ليس قرار انا مش بحب جوزي فش حكس ما اقرر اني احبه الحب ليس قرار طب افهمي افهمي ايه المقصود ما رضيتش تفهم الوحيدة في كل المرات اللي عملنا marriage encounter ما كملتش السمينار مشيت وثابت جزء لانها رفضت حقيقة هي مفتاح السر الحب قبل كل شيء هو قرار بيبقى معانا ازواج جايين معانا في الماريج encounter جايين من بيتين مختلفين سابوا بعض من سنتين ومن ثلاثة بيتصلحوا بيرجعوا ازواج سعداء بعد ما راحوا محاكم ورافعوا قضايا ويمكن كمان بعضهم وصل لقرار طلاق بس بيتصلحوا فيه نقطة التحول الحب قرار لازم نفرق بين مشاعر الحب ده مش قرار ما قدرش ادوس على زر كده حب يا سامن لا ما تحبش مفيش حكس ما كده المشاعر غير خاضعة للقرارات الإنسانية مفيش زراير للمشاعر تسمع حب اكره حب اكره مفيش مش ده الحب نكلم عنه احنا متكلم عن الحب كصفة احنا متكلم عن الحب كاختيار في الحياة احنا متكلم عن الحب كاتجاه للحياة الحب قرار باني اخرج من نفسي لأعطي نفسي الأنانية هي قرار اني اعيش لنفسي وشرحنا الحكاية دي في شخصية الله وقلنا عكس الحب مش الكراهية عكس الحب الايه الأنانية عكس مشاعر الحب كراهية لكن عكس صفة الحب ووصية الحب وقانون الحب هو الأنانية مش هعرف احب اللي انا مش عجبني في اخواتي ومش هعرف احب عدوي واللي بيغلس علي واللي بيتنك علي غير لو فهمت ان الحب لازم يبدأ جواب اني انا ايه قررت واخترت ان يكون الحب هو عالمي في الحياة قررت واخترت ان يكون الحب طريقي في الحياة قررت وصممت ان مسيري في الحياة يبقى في قانون الحب وليس الأنانية قررت ليه القرار ده قرار واعي اني مقتنع بكل اللي قلناه لانه الاختيار الافضل في الحياة للاخرين وليه لانه لو ما اخترتش الحب اختار الأنانية والأنانية معناها الظلمة والموت والحب معناها النور والحياة فاز ما قرره اذا ما قررتوش اذا استنيت ويجي اذا استنيت روحي بعد ما اتخنقت مع جوزي احبه مش هيحصل وحنتطلق اذا قررت احبه حنتصالح وبعد شوية هيحصل ايه هحبه بمشاعري خلو؟ المشاعر هتيجي بعد اياه بعد كده بعد قرار الحب هتيجي هتيجي هتمشوا وراهنا في الاخر وتيجي تقولها مضطر ايه اعمل ايه في الاخر لو استنتها ومشيت وراه مشاعري ما عنديش اعمل الحب قرار اختيار ارادي واعي ضد المشاعر ضد المشاعر وبختاره ان دي السكة اللي هيعيش فيها مع ربنا ومع الناس طول حياتي الحاجة التانية حاجة التانية لما باخد القرار دوت لما باخد القرار دوت يا اقدر بقى امدي ايدي من فوق واخد القدرة اني احب يا ربنا يعمل ايه لما اخد القرار يفتح المحبس بتاعه لكن مش هايدين يحب وانا مش اخد القرار دوت بتاع ايه يبقى بيفردوا علي صح جعلتوا قدامك دوت اختار اختارت ده يبقى بحديك النعمة اللي تعيش بيها اختارت ده يبقى انت مش عايز النعمة انت عايز الشر ابليس هيدهولك واضح الفكرة ديت واضح الترتيب دوت احنا منعمل العكس بقى احنا نستنى نحس بالحب وربنا يدينا الحب عشان نختار الحب احنا مستنين حاجات ما تحصلش زي عند قبر العازر هو قال لا ان امنت ترينا انا بقول له ان رأيت اؤمن يا دي الخيبة يا دي الخيبة نقولها تاني نقولها تاني ان امنت ترى انا اذا شفت اصدق يوه يوه مش عارف عام فيك ايه يا حبيبي الايمان هو انك تصدق من غير ما تشوف فلما تصدق تشوف مش عاجباني الحكاية دي يا رب انا عايز اغير القانون انا عايزه من الشمين لليمين انت هستحط القانون خلاص انا مش همشي على قوانينك لانها عوجة انا همشي على قانوني لانها عيدلة فهمتوا بقول ايه باختار الحب وبعدين ساعتها امد ايدي واخد من محبة ربنا لي فاعرف احب بس اختار الاول معرفتي الربنا وحبه لي بيغير دوافعي الانانية نوره بيشرق في ظلمتي سفنجتي بتقدر ساعتها تختص في المحبة الالهية فتتملي فقدر ادلدأ على الاشرار والصالحين على الابرار والظالمين زي ما هو بيعمل بس نقول الملاحة الاول وبعدينها ادلدأ قولي لا اختار الاول اختار انك تعمل ايه انك تروح مطلع الهوى من السفنجة بتاعتك ديت مظبوط بايدك اختار اختار ماشي اغمسها في محبتي اغمسها في محبتي المية تيجي علي انا عايز اقعد في القوضة بتاعتي مظبوط واقفل علي ومحدش يعصرني والمية تيجي علي عندي والدلدأ علي مظبوط القطر ما بيعديش في البيت عايز تركب القطر لازم تروح له المحطة صحيح الا اذا بيتكو جنب المحطة مهي مش كده بس هو بيقف في المحطة في طريق احكامك يا رب انتظرناك انا مش بيطلع ربنا من سكته انا بروح لسكته فهو بياخدني في سكته يا ولاد فهميني الفكرة دي فهو بياخدني في سكته فانا بختار الحب وبعدين بقول له انت اله الحب خليني اشوف حبك ليا اعلن محبتك ليا بصوا الاية دي بصوا الاية دي بوليس بيصلي لاجل المؤمنين بيقول بصلي ان تدركوا مع جميع القديسين تدركوا دي مش يعني تسمعوا تسمع يعني عرفت تدرك يعني عرفت الحقيقة وبعد ما اديت ايدك حصل ايه لمستها بقى صلي ان تدركوا مع جميع القديسين ندرك ايه يا بوليس ايه اكتر حاجة انا محتاج ادركها ادركها مش بس اسمع انا ادركها الطول والعرض العمق والعلو لمحبة المسيح الفائقة المعرفة يحصل لي ايه لما ادرك غنى محبة المسيح يحصل لي انا ايه امتلئ لما انا مطلقتش ملق ايه محتاج انا غرقت نفسي فين في البحر ده اللي لي طول ولا لي عرض اللي لي عمق ولا لي افتفاع ملوش اخر لما بغرق في محبة المسيح بامتلئ بمحبة المسيح جبت كباية وحطت عشط برا وقالتول يا رب هات مية البحر تملاها هو بيقول لي تملا عندي فكرة تانية ايه يا رب ارمي الكباية في المية هتغرق وحتبقى مليانة مية جواها وبرها انا بستعتغرق وانا عبيض انا حطها برا عشان انا عايزها برا لو بتحبني هاتلي المية تملا لو انت عايز ارمي الكباية لا يا رب مش هتمشيني على مزاجك بقى الله انت مش بتسمع الكلام ليه احنا نعلم ربنا بالطريقة دي بزرط لما بغتص في محبة الله لما بغتص في محبة الله المحبة دي بتعمل ايه بتشلني بتحوتني وببقى مبلول بيها شعري وجسمي وكل كياني بيبقى مبلول بالمحبة دي السفنجة اللي كنا بنتكلم عنها تعرفوا محبة المسيح تمتلقوا الى كل امال الله قرار وبعدي بغتص في محبة ربنا فبامتلق بالمحبة الالهية تلاتة تلاتة بيقول الكتاب في بقى بايب تاني مهم قوي في بقى يعني اضافة ربنا عملها مخصوص عشان خاطر تبقى من النحيتين المحبة وصلالي فاعرف احب بصحيح الناس اللي يتحبوا واللي بيتحبوش ايه بقى الوصلة الزيادة السابليمنت الالهي الاضافة الالهية القناة العلوية التانية الغير البحر ده بتاع محبة المسيح اللي اغرأ فيه قال الروح القدس بصوا الاية دي بوليس بيقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلة خدنا الكلام ده لما تكلمنا عن الامتلاء بالروح القدس فاكرين لما بستقبل عطية الملء في قلبي وبامتلئ بالروح القدس جوايا بتنفجر في اعماقي يا نبيع الهية وتكلمنا عن ثلاثة يا نبيع رئيسية القوة للشهادة الحب لله ولا الناس النصح والارشاد والانقياد بالروح القدس صح؟ طيب انا مؤمن مش ممتلئ بالروح القدس او اختبرت الملء وطفيت الروح حيبق عندي يا نبيع الحب جوايا حتجري من بطني انهار ماء حية لا رجعت امتلأت بالروح القدس اليا نبيع اللي جوايا تحصلها ايه ترجع تنزل الماي احنا عزين نمشي من الآخر للأول احنا عزين نتائك تحصل من غير ما نمشي سكتها هي ما بتحصلش ليه؟ انا همشي عارف حب الناس طيب اختار الحب وقرر ان ده قرار في حياتك وانك بدخرج بقنا نيتك ومن تموت عن نفسك وانك يعيش في ربنا اغرق في محبة المسيح وتلامس معاها وشفها وشفها وحط عينك عليها واغرق فيها امتلأ بالروح القدس واستمر في مل دائم بالروح القدس هتلاقي نفسك عارف تبارك لعنك وتحسن الى مغوضيك وتصلي لأجل الذين يسيئون إليك ويتطهدونك ما تعملش التلاتة دول اكيد مش هتعرف تنفذ الوصي محبة الاعداء مش حاجة سهل حاجة خارقة للطبيعة صح هي خارقة للطبيعة لكن ربنا بيقول لي لو اخترت تعملها انا حديك قوة خارقة للطبيعة هي محبة المسيح وهي نعمة وعطية الروح القدس هي خارقة للطبيعة صح بس انا حديك نعمة خارقة للطبيعة الاول تختارها تختارها تردها وتركع على ركبك قدامنا ربنا تقول لي عايز احب اعدائي عايز ابارك لعنية عايز احصل الى مبغضية عايز اكون زيك عايز اعمل اللي بوليس عمله عايز اعمل اللي استفانوس عمل عايز اعمل اللي الكنيسة الاولى عملت انا عايز اكون كده هيقول لي اغرق في حبي وامتلق بروحي حلقة نفسي عارف اعملها مش هتيجي كده لحدها مش هتيجي كده انا مؤمن ماشي فهو قال له خليني احب فاحب مش هتيجي كده بدلينة مش حصلة صح لانه مديش كده هو قال الواحد اتنين ثلاثة ولا يعني كتب ليه لعيات ديت الله لم يعطينا روح الفشل لكن اعطينا روح القوة والمحبة والنصح الحلقة الجاية احنا نتكلم من ازاي احب نفسي يعني احب نفسي فعايز بتأكد ان محبة الاعداء والغلسين واللي بيتنكوا علينا واللي مش عارف ايه ديت واضحط لينا اسئلة هو سؤال من عدة اجزاء عدة اجزاء اول حاجة انه فعلم النفس او اللوجيك بيقول انه لازم فاعل يحصل فانا ارياكت يعني لازم في حاجة تحصل فانا اعمل رد الفعل ده ايه ده ده علم النفس ده علم النفس يقول كده اه طب والفعل ده ممكن انا الفاعل اول لازم انا ابدأ رد الفعل يعني لازم انا الحيطة لترد ولا انا ابدأ بني ادم افعل من غير رد الفعل لانه لكل فعل رد فعل ده قانون الطبيعة طيب كويس لازم اكون في فعل لما يكونش انا الفاعل مش انا رد الفعل طب وليه انا مكنتش رد الفعل اكون رد الفعل لبقى انا انسان باسف عشان اكون انسان باوزيتف اكتف لازم اكون انا انشيتف وده برضو علم النفس انا بختار اني ابقى باسف فلا افعل بس ابقى بري اكت او لا انا حبقى انشيتف انا حبقى ايه تيكينج دي اكشن تو اكت وده المشكلة للعلاقات الزوجية حرف اللو لو المرأة تخضع لي احبها كما احب المسيح لو حبتني زي ما الحب المسيح احب الكنيسة واسلم نفسه لاجلها هاخضع لك صح كده فلا ده بيحب ولا ده بتخضع مظبوط لان الاتنين قرروا يعملوا ايه علم النفس اللي حضرتك بتقول عليه تو ري اكت لو كل واحد قرر انه يي اكت هيحصل ايه مش هابي عندنا مشكلة لو احنا الاتنين قررنا تو ري اكت حب احنا الاتنين عندنا ايه مصيبة انا جاوبتك الحمد لله تكملت السؤال ايوا انا شايف انو حضرك بتقولي دي صفات الهية فانا حبة الاعداء اه صح او عموما صفات الهية وانا انسان صح فانا لو هعمل كده هبقى اله او شبه اله الكتاب بيقول ايه مش ده كتاب ربنا صح بتؤمن بي صح اوكي كتاب ربنا بيقول ايه في الحكاية ديت رسالة بطرس الرسول التانية اصحاح واحد بيقول ايه حضرتك كما ان قدرته الالهية ما دي حاجات الهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى قدرته الالهية ادتنا ما احتاج للحياة اكل واشرب وللتقوى اني اعيش الحياة المسيحية ادهلنا ازاي بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللي هو المسيح اللذين بهما وهب لنا وهب لنا وهب لنا المسيح الموعيد العظمى والسمينة اللي هي ايه تصير بها شركاء الطبيعة الالهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة انا قلت من الاول الوصية ديت اني احب الاعداء مستحيلة صح؟ قدرات الهية وربنا مستعد يدها لك لو انت ايه عايزها فلازم اختار واشبع بيها وامتلق بالروح القدس وهو عايزك شريك طبيعته تحبه ولا لأ هو عايزك شريك الطبيعة الالهية ده وعده اللي عاربين عايزة ابقى انسان عادي كده ما فياش اي حاجة منك خلاص بس انا عايزك تبقى زي ويبقى فيك نسمتي وطبيعتي الابدية تحب ايه رأيك تحب جز التالت اه انه في العادي انه انا لازم اقابل حد بعد كده احبه بالدليل مسلا انا ما اجي احب بنت لازم اعجب بيها الاول عند كان مشاعر الاعجاب دي تتحول لحب ما يفعش احب بنت كده على طول لازم اعجب بيها عند كده احبها فازاي عامل كده احب على طول من غير معجب لان دي عشان تتجاوزها لا يعني كعموما ما دي اللي بقول ما انا فرقت قلت الاعجاب والحب بيلتقوا مع بعض مع شريك الحياة اللي لازم اشوف البنت دي احسن بنت في الدنيا ليا عشان اتجاوزها مش احسن وحشين اللي حسن هي نتيجة ده متبتب على ده ما انا بقول ده في اختيار شريك الحياة طبعا اغلب الناس حبوا بعواطفهم بحن اختاروا بعقلهم مزبوط فخدوا مقلب عمرهم لان عواطفهم لبستهم ندارة بمبي فاشف كل حاجة بمبي يعني واحدة مثلا جات تقول لي انا معجبة بفلان قوي فقلت لها ليه قيتلي مغرور مغرور كده ماشي كده يعني مغرور عجبني قوي مصيبة طبعا ان شاء الله لما نخلص المدرسة دي هنتكلم عن الحب واختيار شريك الحياة واهو الاخر ان شاء الله الحب اللي يصنع الجواز فيه اختيار عاقل ومشاعر وبنفضل ان الاختيار العاقلي يسبق المشاعر لان المشاعر ندارة بتخليني ما بشوفش كويس ده شريك الحياة لكن عدوي مش محتاجة حبه مشاعري خالص مستني مشاعري ليه ولا حبه بيه بيراتي اني ابارك لعنية اني احسن ومغيضية اني وصلي الاجل دي نسيوني اليه وإلا كراهيتي لي هتعمل ايه في ايه حتاكلني والنار اللي جواه هتعمل ايه في ايه حتلتهمني حبي ليه هيخلي النار دي ما تلمسنيش ويمكن كمان تنقزه من جحيم الكراهية صح طيب فحب الاعداء مفوش مشاعر خالص من ثاني مشاعر ليه وانا هتجاوزوا تحتجاوزوا واحدة بس صح ولا نوع على كتير طيب فلي بتقوله ده في قانون العلاقة العاطفية ملوش دعوة لمحبة الاعداء احنا لازلنا فاكرين حب معناه مشاعر دي المشكلة الحب اعظم من المشاعر المشاعر ارخص حاجة في الحب واكتر حاجة ما بتدومش انا جاوبتك شكرك يا لهوي تفضل ايه انا ولا ده حضرتك طيب انا عايزة اسأل النهاردة انا خدت قرار ان انا هتعمل بدا مع اعدائي خلاص يعني دي حاجة ارادية النهاردة انا مش من حقي الاقي رد فعل اتجاه الفعل اللي انا عملته يعني النهاردة انا لما بقدم حاجة ولا يرد الفعل نفس 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 الحوار ما بيتغيرش طيب يبقى ايه الحل يعني انا اعمل ايه وهل انا مفروض ان انا اكمل ولا انا هقف بقا يعني يعني ما هو خلاص بقى مش فاهم كلم عن عدو ولا صديق نتكلم عن احمق ولا عاقل 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 يبقى انا عايزه الصديق فده مش عدو فاذا اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه اذا رفض خد واحد معاك اذا رفض خد الكنيسة معاك اذا رفض ليكن كان عندك الوسني والعشر اللي مش بتوقع منه حاجة اللي مش عايز علاقة معاه احنا بنلخبط الناس مع بعضها احنا ليه قسمنا وقلنا اخ وقريب عشان بنلخبط الاتنين دول في بعض هنا عايز علاقة هنا مش عايز علاقة كويس عدوي حبيته متوقع رد فعل رد فعل ايه كراهية كراهية حبيته هيعمل ايه كراهية حبيته هيعمل ايه يمكن لين يمكن لين هل كل عدو هحبه حقيقة المسيح مخلص شخص لحياته لا لكن بعضهم فانا هفضل احب وإلا النار هتعمل ايه هتمسك فاية فدي قصة ودي قصة اسأليني عن ده اجاوبك او اسأليني عن ده اجاوبك فهمتي نفرق بينهم من بعض ازاي اشكرك طدق هو تفسير يعني هو سؤالين او تفسيرين مش عارف يعني او عشر مثلا نزل للشارقة نزل قطاع الشغل انت حذك بتقول لازم ان لو في مثلا عدو ولية لازم انا باركه واصليله واحسن ليه مثلا لو انا مثلي مثلا انا فتح بيت وفتح حقاكة او جول يعني بجيب دخل وكهوت وفي اعداء ليا بالشغل كتير اا وفيك اعداء للشغل كتير في اعداء بالشغل كتير كويس حذك بتقول لي لازم انا باركه واصليله بس هو بنفسني بشغلي بيعطي على شغلي بيعطي علي مثلا اكل عيشي فانا اتدعي عليه مش تخيله اا يعني يعني منافس ليه في العمل مظبوط ففي شغلانة اينا هاخدها هو هاخدها لو سلطله هاخدها فلقم تعيشي هتروح وبيتي هيخرب صح كده فانا العنه عشان خاطر اخد انا الصفقة صح كده اوه نفسه ايه اوه نفسه يعني لنا ايه اخد لازم انا اخد لازم انا اتحكي كده واخد روح انا عند المدير مثلا اديره هدية اديره حاجين من كده اه عشان اخدنا الشغل ده اه يبقى رايح حشان كده طب حاجة تاني بقى عشان لا لا استنى استنى علينا انا احنا ابننا عكاية انا عن فت فتة هنا دلوقتي ده انا مش رايحة هل حب عدوي لو نتكلم عن ده مش عدوي ده منافس في العمل وفي اه اه منقصة او في طلبية ويانا يا هو هناخدها الحب اني اسيبه ياخدها قاعد في بيتنا لان دايما هيبقى عندي منافس ولا الحب اني انافس بشرف طيب هو مش هيعمل بشرف اعمله زنب احط متفجرات تحت البيت عشان لما تنزل تنفجر فيه مايروحش ايه التصرف المسيحي الصحيح ما خشش المنافسة خالص ما خشش المناقصة خالص انسحب من الحياة ده افضل للناس ولا الافضل دايما المنافسة الشريفة ليه المجتمع الغربي بيتطور لان فيه منافسة شريفة فيه قانون منع الاحتكار برا بيعمل ايه بيخلي الشركات تطور وتحسن اداءها وتعمل ايه في اسعارها وتخفضها هنا الاحتكار بيخلي واحد خد السوق مظبوط وهو محتكره فبيقدم خدمة سيئة بأجر غالي فالدولة مش بتتقدم خير المجتمع هو المنافسة الشريفة اكمل يبقى الحب الكامل هو المنافسة لان ده الخير احنا قلنا هدف الحب هو خير الآخر والمجتمع وأنا فالصح اني انافس شريف فأبارك لعنية وأحصي بغضية بمعنى اتمنى له الخير لو هو الافر بتاعه احسن مني يا رب هو ياخده عشان انا حسن من نفسي عشان اطورها عشان اتعلم لو انا احسن منه مفروض انا اخدها لان ده برضو خيره بيخليه يعمل ايه مع نفسه يطور نفسه واذا كانت الشغلانة دي ما تنفعوش يسيب الكرير ده ويدور على حاجة عد لا يعيش منها احنا ضيق الافق جدا لو فهمت المتعدلة المتكملة هتلاقي ان التطبيق المسيحي في المجتمع ده اللي في الواقع مش مستحيل لان مش معناه الانسحاب واسبها للناس ولا معناه ان اغش زي ما هم بيغشوا شركات مسيحية كتيرة اضطرت تطلع من بعض المجالات لانها بالرشاوي فطلعت كويس؟ النهاردة المجتمع عمالي يتحول من المجتمع الاشتراكي الى المجتمع الرأسمالي اللي المنافسة فيه ايه؟ شريفة للأفضل اللي هو القانون اللي ربنا عمله البقاء للأصلح اللي دروا نفتكر ان ربنا مش موجود لان البقاء للأصلح اللي عمل البقاء للأصلح ده مين؟ ربنا اللي مبني على الآية الكتابية الذي له ويعطى ويزداده الذي ليس له فالذي عنده ويؤخذ منه المسيح قاله قبل دروا ما يكتشفه من زمان قوي مهم؟ على البقاء للأصلح وده اللي بيخلي الإنسان يتطور قالك ان شغل الارتقاء مبني على البقاء للأصلح فربنا مش موجود ده الكتاب قال لنا القانون ده من زمان قوي وده للقانون اللي بيخلي الإنسان يتطور للأفضل فالحب اني احترم القانون اللي هي لأنها لخير البشرية ولخير الناس ولخيري المنافسة الشريفة خير للكل للراجل اللي هعمل له الشغر وللي بيخش معايا ولي أنا المنافسة الغير شريفة غش وخداع وكذب وشر مالكش دعو بي أيوة طب لو انا شايف نفسي الأصلح وهو ببضت شايف نفسه الأصلح أنا شايف نفسه الأصلح وهو شايف نفسه الأصلح وهو مش شايف نفسه الأصلح مين حيحكم صاحب المصلح أنا بقدم الأوفر بتاعي وهو بقدم الأوفر بتاعه وهو بيعمل معايا بيفوضني وبيفوضه يعني في الآخر بيقول ده الأصلح يمكن ده الأغلى بس الأحسن موصفاته أحسن خبرته أحسن شوفنا شغل لأنه أحسن صراح كده انت مالك تقول مين أصلح انت مالك تقول مين أصلح انت الحكم ولا انت اللاعب ما هو زي في مصر كده ينزل اللاعب يلاحكم يقول مش فاول ما قلتلك مش فاول بنلعب لعيبة وحكام في نفس الوقت انت لاعب مش حكم انت مورد مش صاحب المناصة مش كان خلينا نلعبها صح حليها سهلة لعبها غلط هتلاقى الخيوط كلها تعقدت في بعضها عزيزي المشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة وادعوك ان تكون تلميز لتبحث عن الحق لتحياء الى ان نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المصيح الرب معكم عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميز لمدرسة المصيح وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دية اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فاهمها انا عارف ان المدرسة دي بتسير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة